تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها لمراقبة أسعار السلع في السوق المحلي حيث قام مفتشو الوزارة بجولة على شركات ومحال مواد البناء في منطقة حولي إلى التفاصيل ضمن جولاتها الروتينية الموسعة على مختلف مناطق البلاد وعلى جميع الأنشطة التجارية مفتشو وزارة التجارة والصناعة يطبق قوانينهم على محلات مواد البناء بعد رصد لعدد من المحلات ضمن دراسة للأسعار ترضخ لها تلك المحلات نحن حاليا بمحافظة حولي لرصد متابعة المواد الانشائية اليوم غيرنا الجولة كنا برصد متابعة شويخ اليوم غيرنا محافظة ثانية لا الحمد يعني مفتشينا ومفتشاتنا يعني متابعين المواد الانشائية عندنا حين فريق لرصد المواد الانشائية من شهر ستة لغاية اليوم مستمرين بعملنا ومتابعة المواد الانشائية ورصدها ورفعها للمسؤولين لاتخاذ الجراءات إذا في حال هناك تلاعب بالأسعار أو ارتفاع مصطنع ستقوم الوزاة التجارة والصناعة باتخاذ الجراءات الغانونية في حق المحلات التي ترفع الاتفاع المصطنع لاحظنا في ارتفاع وطبعا هذا عرض وطلب المادة الحديد والحديد يعني هو ارتفاع مثل بورصة عالمية يرتفع وينزل لله الحمد كان في نزول شهر اكتوبر الآن في ارتفاع بسيط ومتوقعنا ان شاء الله يعني كل ما توفرت وخلصنا من جائحة كورونا راح تكون تتشبع السوق وترجع للأسعار الطبيعية تحركات ونسعة النطاق لمفتشي وزارة التجارة والصناعة لردعي أي غش تجاري في المواد الانشائية وخاص الحديد والأخشاب الجولة جاءت في منطقة حوالي حيث تجمع مواد البناء وذلك لضبط الأسعار ومنع أي ارتفاع مصطنع للأسعار خاصة مع الارتفاع البسيط لأسعار الحديد عيشة أحمد تلفزيون دولة الكويت